مع سمرار الانسداد السياسي وبحث متصدري المشهد عن أي مناسبة تتيح لهم الترويج لأنفسهم دعائيا ها هو الكاظم يحتفي بوضع الحجر الأساس لمشروع بناء ألف مدرسة في البداية يكون سعيد وجود اليوم معكم للانطلاق بوضع الحجر الأساس لمشروع ألف مدرسة ألف من أصل 13 ألف مدرسة هي حاجة العراق لسد بعض النقص الحاصل في القطاع التربوي المنهار أصلا بحسب المراقبين الذين انتقدوا خطوة الكاظم بسبب اعتماده على الشركات الأجنبية وتحديدا الصينية في بناء المدارس بدلا من الشركات العراقية التي كانت ستوفر فرص عمل لبطالة تفاقمت نسبتها لتصل إلى 40% انهيار متواصل ومستمر يشهده الواقع التعليمي والتربوي في العراق بعد عام 2003 انهيار نخر البنية التحتية للمؤسسة التربوية وجاء على أجيال بأكملها بسبب فساد الحكومات وإهمالها لهذا القطاع المهم واعتمادها على الحلول الترقيعية بدل الجدرية ولعل رزم نسبته 1.4% فقط من الموازنة المالية لوزارة التربية الحالية خير دليل على تعمد إهمال تطوير هذا القطاع لجنة التربية في البرلمان الحالي أقرت أن قسما كبيرا من المدارس في بغداد والمحافظات متهالكة فيما أكد مسؤولون سابقون في الوزارة نفسها على أن الفساد نخر المؤسسة التعليمية وأصبح منظومة وثقافة متبناة في البلاد لافتين إلى ذهاب الأموال المرصودة للمدارس إلى جيوب الفاسدين بدلا من تجهيز المدارس بالمستلزمات الضرورية حتى باتت الكتب المدرسية تطبع بالدين وفقا لاعتراف وكيل وزارة التربية فلاح القيسي وهو ما يفسر سبب خروج العراق من منظومة التصنيف العالمية لجودة التعليم هذه الأطفال صفحة الأولى الابتدائي يجدون هذا المكاورة حتى يمتع على هذا الصف